بين أروقة تنبض برقي وفخامة وبريق يتوشح مقتنيات هي عنوان لذوق رفيع لم يترك مجالا ليجادل عليه أحد وتصامم حملت أعلاها علامات تجارية فارهة في مجوهرات وساعات فاخرة وأحجار كريمة تطبعت المكان المناسب لتجد نفسها في معرض الجواهر العربية في نسخته السادسة والعشرين ليشارك فيه أكثر من ستمائة عارض من ثلاثين دولة يمثلون كبريات الشركات اليوم معرض الجواهر العربية خل بصمة خل البحرين على خارطة العالم سواء كان من حيث المشاركين ولا الزوار تواجدنا هنا ثبات أننا موجودين في سوق البحريني من عام 2014 ومتواجدنا حسن ما هو موجود عندنا هنا بطلب من أغلب زبايننا لقعها تزيد علينا بالطلب منهم لاحظنا فيه عندنا أرقام من تفاليين فيها واحد من عدد الزوار كل السنوات الثلاثة الماضية أحدث التصاميم والابتكارات حاجزت مكانها في المعرض واتخذت لها اسما تعريفيا بمجموعتها لتستقطب زوارا من مختلف دول العالم السنة يعني سويننا قطعة مميزة اللي يعني هي خاصة للمعرض وهي طبعا تحتوي على ألماص ولؤلؤ خليجي فيها تقريبا حول أمية و ألف وتسعمائة وسبعين لؤلؤة خليجية أو بحرينية وفيها ألماص حول تقريبا 12,826 ألماصة وبعدين فيها زمرد أخضر لوينا ساعة جديدة فيها 500 حبة مكتوبة فيها بالعربي أن الدول مكتوبة عليها بالعربي ناس ما تشوفونا في الصورة أنها أول ساعة تكون مكتوبة عليها بالعربي في الدول العالم عشان تقدر الكل يشوفوا أنهم سوحا من اليونسيف وعندنا ساعة جديدة التي هي تايم ووكر مستوحا من الريسنج على شكل سيارات الريس ولا أشياء بهذه الطريقة فيها أكثر من مميزات مثال الكورونغراف الساعتين التواريخ كل هالأشياء المميزة لأنه مستوحا من شيء مهم اللي هي الريسنج المصوغات الذهبية البحرينية تحظى بسمعة طيبة بين الدول فهي اليوم موروث بحريني أصيل هي الصناعة التي تنتجها أياد بحرينية متدربة وعالية الكفاءة تمثل نهضة صناعية مستقبلية ولها كل الدعم والإسناد لترتقي وتتطور بشكل مستمر حتى تصل إلى العالمية فهي صناعة اقتصادية من الطراز الأول تسهم في تعزيز مكانة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمار بمختلف الأنواع عندما تنطق الأشياء معبرة عن السحر والجمال فبكل تأكيد نحن نتحدث عن الجواهر التي جمعت فيها أجمل وأحدث التصاميم العصرية لتكون السحر الجاذب لكل من تقع عينه على هذه المجوهرات إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين